السؤال اللي بيت راح الأول اللي بيت راح نفسه وفكرة التفكير الإيجابي خلينا نفهم في البداية مفهوم التفكير الإيجابي معناه إيه وقويته إيه أوكي عايزة الأول قبل ما بتتزي في التعريف بتاع التفكير الإيجابي أقول أنه أي مهارة بنحب أن احنا نتعلمها عايزين نتعامل معيها كأنها عضلة في جسمنا بنتمرن بيها أو بنمرنها فأي عضلة علشان نمرنها وتقوى فأنا محتاج أني أكون بعمل لها تدريبات تغذية سليمة بيئة سليمة فده اللي بيخلي العضلة بتاعتي تقوى محتاج مجهود مني طبعا وبعد شوية العضلة دي بتقوى بتخليني أبقى قادر أن أنا أستعملها استخدام سليم أحيانا العضلة بتضعف فهل ده معناه أنه خلاص أستسلم؟ لا ده معناه أنه محتاج أنزل تاني التمرين وتمرن تاني ورجع النظام اللي أنا كنت أحطه للعضلة دي ده نفس الكلام اللي عايزين نطبقه على أي مهارة أو أي صفة إيجابية عايزين نكون بنتعلمها أو بنتمرن عليها والتفكير الإيجابي واحد من الحاجات اللي بتيجي مع التدريب والتمرين والوعي وأنه أحيانا بيضعف وأحيانا بيتأثر بس طول ما أنا واعي أنه دي عضلة أنا بربيها وبمكنها فأنا هبقى قادر أن أنا أقدرك أنها لما تضعف أدخلها تاني البيئة السليمة وأتمرن عليها وحطها في التغذية السليمة بتاعتها علشان تقوى وأقدر أستخدمها استخدام سليم التفكير الإيجابي بيأثر على كل حياتي لأنه أي حاجة أنا بعملها في حياتي بتبتدي بفكرة لو دخلت علاقة بتبتدي بفكرة لو اشتغلت بتبتدي بفكرة لو عايز أتعلم حاجة جديدة بتبتدي بفكرة فكل الحاجات اللي في حياتي كل جوانب حياتي بتبتدي بالأفكار فالتفكير الإيجابي بيأثر على مشاعري على سلوكي على علاقاتي على ثقتي في نفسي على كل الجوانب بتاعت حياتي التفكير بيأثر على كل الجوانب دي إيه التفكير الإيجابي؟ التفكير الإيجابي مش بس أني أبص على نص الكوبية المليان وأنه الدنيا وردي وأن أنا شخص جميل وسعيد لا هو أني أعمل حاجة تخليني تجيب لي نتائج إيجابية ومفيدة زي إيه؟ فإن يدينا كده أمثل عملية فمثلا إحنا دايما المثل المشهور أنه التفكير الإيجابي هو أني أبص على نص الكوبية المليان الحقيقة هو التفكير الإيجابي أني أمسك النص المليان ده واشوف إزاي هاستخدمه استخدام أمثل وهعمل إيه؟ علشان النص الفاضي يتميلي جميل فتكون إني أخدت أكشن عملت حاجة أخدت قرار إني أعمل حاجة هو ده بداية التفكير الإيجابي يعني أقدر أفهم من كلام حضرتك أشوف إيه مناطق القوة اللي عندي وأستغل لها وأشوف نقطة الضعف وأقدر أشتغل عليها؟ بالزبط كده بالزبط كده التفكير الإيجابي بيبتدي بإني مدرك شخصيتي مدرك نقطة القوة اللي عندي مدرك نقطة الضعف اللي عندي وبعمل إيه؟ إيه اللي أنا بعمله؟ التفكير السلبي هو أني بفكر أنه ما فيش حاجة تحت سيطرتي الأمور كلها ما قدرش أعمل فيها حاجة فبقف فبسكت فما بعملش حاجة أنا شايف أنه النص التعكوبية فاضي فأنا مش عارف أعمل حاجة فأنا التفكير السلبي هو أني مش شايف أنه الأمور كلها بره سيطرتي عكسه بقى التفكير الإيجابي أنه رغم أنه فيه نقطة ضعف ورغم أنه فيه مشاكل إلا أني أنا عندي القدرة أني أعمل حاجات إيه بقى أعد بقى أبتدي أفكر إيه الحاجات اللي أقدر أعملها علشان كل النقطة الضعف دي مثلا تتحل أو المشاكل اللي حواليها تتحل وهكذا جميل ترجمة نانسي قنقر